عرفته يمنياً في تلفته خوف وفي عينيه تاريخ من الرمدي هكذا وصف البردوني ماسات اليمنيين في المهجر قبل عقود فماذا عساه أن يقول اليوم لو رأى اليمنيين على أبواب الدول يستميتون من أجل الحياة؟ تقرير أممي صدر نهاية العام الماضي قال إن الحرب في اليمن شردت أكثر من مليوني يمني داخلياً وخارجياً وبالطبع فإن العدد قد تزايد منذ عام عشرات الآلاف من المواطنين خرجوا من اليمن بحثاً عن بلد آمن للعيش لكن الجواز اليمني تغلق أمامه كل الأبواب وتصنيفه يعد من أدنى الجوازات على مستوى العالم أنت يمني إذن فأنت غير مرحب بك في معظم البلدان وفي أحسن الأحوال توضع أمامك سلسلة من التعقيدات والإجراءات الصعبة لم يقتل من اليمنيين بعد بالقدر الذي يقنع المجتمع الدولي بمأساة هذا الشعب فتحت الدول التي تقبل اللاجئين أبوابها لعدد من الشعوب التي تعاني من الحرب وأغلقت أبوابها في وجه اليمني رغم أن بلده يحترق ودمه يراق منذ أربع سنوات المفوضية الأممية للاجئين قالت إن اليمنيين لم يصنفوا بعض ضمن المستوى الرابع وهو المستوى الذي يفرض على المفوضية توطين اليمنيين المهاجرين في الدول الموقعة على اتفاقيات اللاجئين وهي مسؤولية الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة الذين لم ينقلوا للعالم حقيقة المأساة اليمنية هذا عن الأمم المتحدة ومسؤولية المجتمع الدولي فماذا عن الجيران والأشقاء؟ دول الخليج التي تعد جزءا من الحرب الدائرة في اليمن إن لم تكن المتسبب الرئيسي بها وتصنف أنها من أغنى دول العالم في الوقت الذي تتسبب سياستها بحدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم ورغم كل ذلك لم تفتح أبوابها للاجئ يمني واحد اشتركوا في القناة